طيب ازاي بقى انه يبقى لوحد بسيط يبقى ما حدش يترك البساطة لانه لا يترك الانسان البساطة الا من الوهم ومن علامات صدق الحب ان يخلصك من الوهم فتتخلص به من الهم يبقى مفتاح باب الضيق اللي بيجد اللي بقى عليك الفرج هو ان انت تكون من اهل البساطة حضرت النبي قال يا عائشة لا تحصي فيحصى عليك خليك بسيطة اتعلموا ما تحصص على الناس واعلموا اولادكم ان هم ما يحصصوا على الناس وعيشوا مع اولادكم ببساطة وعيشوا في حياتكم كلها في بساطة طيب احنا نعمل ايه بقى عشان نعيش ببساطة في بيوتنا اول حاجة عشان تبقى المساء الواضحة ارجوك فيه تلات حاجات تعالوا نتفق ان احنا نعملها عشان نعيش بالبساطة اول عنوان للبساطة من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه نعمل ايه يا رسول الله توقف عن اخذ الموقف في كل شيء مش كل حاجة لازم تاخد فيها موقف الناس وقفين في الطريق على جنب مش لازم تنزل وتشوف فيه ايه لا يعنيك مش لازم تعطل الطريق عشان ترد على واحد قالك كلمة ما لهاش لازمة ايه اللي حاصل لازم تتعلم طول الوقت ما يعنيك ايه اللي يعنيك يعنيك الرحمة يعنيك الخير يعنيك الجمال يعنيك ان انت تكون عبد وتكون معمر وتكون مزكي لنفسك هذا ما يعنيك لكن ما يعنيكش ابدا ان انت تكون شرط العالم يعني ايه شرط العالم تبقى حارس من حراس القيم وكل واحد بيغلط تقف عنده وتعمل موقف معاه هايبقى لك انت كده هايبقى لك اصحاب انت كده هايبقى لك اصدقاء هل حضرت النبي كان بيعمل كده حضرت النبي من سمات حضرت النبي ومن خصائصه التي كانت مليئة بالحلم انه كان يتخول للناس بالنصيحة يبقى على طول انت اول حاجة لازم تعملها توقف عن اخذ المواقف في كل شيء وخاصة مع اهل بيتك زوجتك قالت زوجتك نديت عليها ومسمعتكش مش لازم ما في موقف ليه طيب لان دهت من الاشياء البسيطة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا ما نتمش بسفساف الامور بالاشياء البسيطة لكن انت لما تتعود ان انت تاخد ايه اللي هيحصل لما تاخد موقف في كل حاجة عايزي دي الانتقاد واتزيد الشكوى وهيزيد اللوم عارف دول اسمهم ايه النكد توقف توقف عن اخذ المواقف في كل شيء عشان ما تبقش انسان نكا دي تاني حاجة توقف عن الاحكام عن الناس مش لازم تحكم عن الناس ده فلان ده كويس ده فلان عنده اخلاق ده فلان ما عندهش اخلاق ده فلان انسان جيد ده فلان ليه انت عندك وقتل كل ده هذا لا يعنيك انت مش انت مش اله انت مش مش مسؤول على انت مش قاضي انت مش بتيمش بان ناس انت مفروض تمش بين الناس بالرحمة المفروض تمش بين الناس ليه عشان يسقوا بنفسهم مش تقلل سقطهم بنفسهم انت مفروض تكون هين هين يعني ايه الناس هين الناس ما يعتبروكش شخص مؤسر على حياتهم بالتعب يبقى أول حاجة توقف عن أخذ المواقف في كل شيء تاني حاجة توقف عن الحكم على الناس وخاصة أهل بيتك الأفضل من أنك تقول لابنك أنت فاشل أن أنت تقول له إيه أنا معاك وسند وفي ظهرك في أي وقت لما تعمل كده تبقى أنت إنسان بسيط تبقى إنسان سهل تالت حاجة كن هايين وكن سهل إزاي بقى خليك سريع الفيء لما حد يزعلك من أولادك ويقول لك سمحني يا بابا سمح فأنت لما تسامح بسرعة ولما ترجع بسرعة هتبقى إنسان بسيط التلاتة دولة هيفتحوا عليك أبواب البساطة وأبواب كمان السعادة لازم تعرف أن البه في البساطة بسمة والسين في البساطة سعة والألف في البساطة ألفة والطه في البساطة طيابة والطه في البساطة تطيب خواطر ربنا يجعلنا دايما من أهل البساطة عشان يبسط لنا في رسقنا وفي قلوبنا وكمان في أخرتنا ويجعلنا من أهل جنة النعيم عندما تحرم أكسدنا على النار يا رب اجعلنا من أهل البساطة واجعلنا دايما من أهل المحبة